تحياتي لحضراتكو من جديد هي امت مشكلة الفراخ هتتحل؟ سؤال تقريباً بيتردد في كل بيت مصري بشكل يومي في التوقيت اللي احنا بنعيشه ده يعني احنا كنا الاول بنلاقي ان سيرة الفراخ دايماً سيرة عطرة وبالخير يعني دايماً سيرة الفراخ كده في البيوت لطيفة وجميلة يعني وسيرة كمان الكاتاكيت عندنا برضو لطيفة وحلوة ومرتبطة بذكريات الطفور لو ما فيش حد فينا يعني مرباش كدكوت ووزغير يعني لكن فجأة صحينا لقينا ان الفراخ والكاتاكيت عاملة ازمة في المكتبع المصري ومشكلة يومية والحقيقة فيها اسباب كتيرة يعني يطول الشرح والمنقشة فيها وده يمكن هو موضوعنا النهاردة في الحلقة بس خلينا كده قبل ما نبدأها نسأل بعض كم سؤال هو لما حصل إفراجات جمركية عن الإعلاف حصلت الإفراجات دي الفترة اللي فاتت ليه ملقناش سعر الفراخ قل أو تغير ولو حتى تغير طفيف ده سؤال سؤال التاني طب لما الفراخ المستوردة جات من الخارج وبأسعار فعلا مخفضة ليه ظهرت بعض الأصوات اللي بتنتقد وبتهاجم ده والانتقاد بيبقى كتير قوي يعني احنا عارفينه طبعا لمجرد الانتقاد يعني مش هنصادر الأراء ولكن يعني في انتقادات وتقول مثلا من ضمن الأراء دي هو ليه المنتجين هيروحوا فين يعني انتوا كده يا جماعة بتديقوا الأكل العيش والكلام ده كله مع ان سبحان الله كل سنة بيكون يعني فيه استراض للفراخ المجمدة وبتكون الفراخ دي موجودة في الأسواق المصرية ويبقى عليها إقبال بيبقى كبير جدا ومش بدعة أو حاجة جديدة وان ده يمكن احنا بنقول برضو ان ده حل مؤقت مش حل دائم لحد ما تتم الدورة الانتاجية الجديدة للدواجن وبالتالي يتم حل المشكلة اللي احنا فيها بس برضو هنركن الكلام ده على جنب وهنيجي نقول انا معاك يلي بتنطقت وهمشي مع حضرتك للآخر طب هل حضرتك اوجدت حلول وبدائل مثلا احنا بنلاقي دايما على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كل واحد بيده يعني برأيه وبيقول ان فيه قراء وفيه حلول والكلام ده كله لكن على الرغم من انت تقوله الجملة دي هتلاقي هو بيرد عليك ويقول لك والله دي مش شغلتي انا مش شغلتي ان انا اوجد لحضرتك او اوجد ليك وحلول طب خلاص طرمع حضرتك مؤمن بالتخصص طب ما تسيب الناس المتخصصة هي اللي تدخل وهي اللي تحل بشكل افضل يعني هل من الافضل ليك ولية او للناس كلها او للمجتمع المصري ان الدولة ما تدخلش وتسيب الموضوع والاسعار المرتفعة وتسيب المواطن اللي في النص للأسف هو اللي بيدفع التمن وما تدخلش لحل الازمة ده سؤال برضو يعني بما ان حضرتك مؤمن بالتخصص ومؤمن ان انا دي مش مشكلتي وانا واحد يعني بتاجر في الموضوع ده وده اكل عيشي والكلام ده كله طبعا هو مش كل التجار ولكن البعض يعني وبعض الاراء اللي احنا بنشوفها طب حضرتك طرمع مؤمن بكده خلي بقى الدولة تدخل وتشوف الموضوع ده لان مش هينفع المواطن يستمر ويستحمل لحد كده دي بعض الاسئلة اللي احنا كنا محتاجين بس نصحصح العقول بيها لحد ما نبدأ الحلقة والناقش ونشوف هي الحقيقة بتاعت السؤال الاساسي في الحلقة النهاردة هي مشكلة الدواجن هتتحل امتى